يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فاضضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله قفار الدنوب الحمد لله ستار العيوب الحمد لله مفرح القروب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق نتدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون ومن عفى الله بقلب سليم اللهم إنا نستودعك شهادة التوحيد اليوم لقائك اللهم أحين عليها وأمدنا اللهم عليها واحشرنا تحت روائها غير خزايا ولا مفتنين إنك يا مولانا أرحم الراحمين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظمنا محمد خاتم ورسل الله أجمعين صلى الله عليه في الأول وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وبعد أخباب رسول الله يا أهل الجمعة آبائي وإخواني وأبنائي خير ما يوصي به العبد عبداً تقوى الله سبحانه وتعالى فأوصيكم ونفسي ولست بأحسنكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ويقول تعالى مبشراً عباده المتقين ويا لها من بشرى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ نمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ألا وإنما قلّى وكفى خير مما كفر وألهى وقليل دائم خير من كثير منقطع ألا وإن أحب الأعمال إلا الله أدواموهو وإنقال مرحل أن أوضع أن أوضعهوهو وإنقال التي يزيد ويساعدة عبدة يشغل عبدة لا يشغل عبدة عبدة ويشغل لأسفة وإننا وإن أميرنا بإماراتها فقد نبيرنا بمغادرتها بيئا نفعينا نفعي في هذا الحياة الله سبحانه وتعالى نعطي هذا المنزل كورًا في الحقيقة لكن نعطينا أن يكون لدينا في القدرة و السعيد هو الذي يتزويد من يومه إلى غده ومن دنياه إلى آخرته ويجعل الدنيا مطية إلى آخرت et celui qui a réussi et en réalité celui qui se sert de cette vie de Seba pour l'au-delà. اليوم عمل ولا حساب وردان حساب ولا عمل aujourd'hui on œuvre mais il n'y a pas de on n'est pas comptabilisé il n'y a pas de jugement mais au-delà dans l'au-delà ça sera l'inverse c'est-à-dire il y aura un jugement mais il n'y aura pas d'action il n'y aura pas d'heure يقول الأهل العلم أن آخر آية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى le dernier verset qui révèle le professe صلى الله عليه وسلم sur le cœur du professe صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى في سورة البقرة وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَوُونَ Et craignez le jour où vous serez ramené vers Allah سبحانه وتعالى alors chacun sera pleinement rétribué de ce qu'elle aura acquis et nul nul ne sera lésé وَهَذِي الْأَيَ الْكَرِيمَ أَحِبَاتِ بِاللَّهِ لَا تَحْتَجِ الْا تَفْسِرْ كَبِير en réalité ce verset coranique n'a pas besoin d'un grand exésage on n'a pas besoin de faire des pages pour expliquer ce verset coranique فَيَتُمْ دِرُنَا وَتُنَبِّهُنَا أَنَّا لِقَأَ اللَّهِ أَتِمْ لَمَحَالِ c'est-à-dire il suffit de méditer rapidement sur le verset et de savoir qu'un jour ou l'autre on va rencontrer Allah سبحانه وتعالى et nos heures nos actions seront comptabilisées وهذه الحقيقة يجب أن نعيش بها وعليها voilà la réalité qui ne devrait pas quitter une seconde nos esprits هذه الحقيقة الإنسان لَجْمِعِش بها يَعْرَفْ وَيَتَيَقَّلْ وَيَعْمَلْ وَيَجْتَدْ عَلَا أنَّهُ يَوْمَلْ سَيَقَالَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَا يعني سَعَطَيْكُمْ قِسَّةً قَسِيرًا مثال يُجَسِدْ هذه الحقيقة je vais vous donner je vais vous raconter rapidement une petite histoire qui en réalité illustre parfaitement cette vérité qui est qu'un jour on va rencontrer Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى et que nos actions seront comptabilisées يُحْكَ أَنَّ مَلِكَنْ أَعْنِكَنْ مَلِكَنْ كَنْ عَنْدُ تَلَفْ مُزَرَة فَا أَرَادَ أَنْ يَمْتَحِنَا هَا أُولَا الْمُزَرَةَ تَلَفَ on raconte qu'un roi avait trois ministres il voulait les mettre خليب خور فَا أَتَا بِهَا هُلَا الْمُزَرَةَ وَقَلْهُمْ نَعطِيكُمْ يَوْمْ كَامِل وَنَعطِيكُمْ كل واحد قيس فارق و يوم كامل من الصباح إلى المساء وكل واحد يجمع مستطاع من أكل وفواكه يعني باش اجيبوهم لفى آخر اليوم أِوهِمْ يَوْمَوْتِيكُمْ سترى بل جائزة على الوصول على اجازة لدينا جميعاً لدينا جميعاً ويمكنكم وضعت جميعاً لدينا جميعاً وفي تنجزة لدينا جميعاً ويجعلون أن يشترون بل جميعاً لدينا جميعاً يجب أن يجمع الناس الذي يقوم بها في حياته وفي آخر اليوم تتعطوني كل من ما جمعه من غذاء هؤلاء الأشخاص ثلاثة الأول منهم أحبة في الله يعني لم يهتم بالأمر وقال لعل الملك غني عما أجمع ويش رح يدير الملكة يعني نجمع له الفاكهة ولا نجمع له حاجة أخرى يجب أن يقوم بني عمل الملكة يجب أن يقوم بقي الملكة ومن أجمع له سيدي فالكي يسكي أفعل ما يводر الملكة لا أعرف أن لا ين losing طالب من ريض يجب أن لا يركز ذنون على أرسل طالب من رك formul وثلاثة الأول يجب أن يجب أن يجرع في طالب من ركيو يجب أن تجرب لغة الأمر وفي النهادة من رهي لا يجرع أرسل طالب الريض لم ينظر له أكيد هناك أكيدس أو أكيد لا ينظر فهو قال أنني أجمع الحجر أعلم الذي يستعب الحجر وقال أنه يوم لن أغتالي مريح ون العب ون ألتح فهو قال يقول بشكل أفضل يومي بحاجة يومي بحاجة يومي بحاجة ويومي بأمس يومي بحاجة يومي بحاجة يومي بأمس يعني كان عنده شيء يعني من الوعي لدوزيام ايتيام بديفيرون يسيدي قال انا يعني ما ضيعش الوقت بزاف غادي نجمع شوية ولكن ما نضيعش الوقت بزاف غادي نقسم اليوم الى قسمين نجمع شوية ونعطي في اخر اليوم للملك ونرتاح في نصف اليوم الثاني لدوزيام يسيدي ونفق بشيء ونفق بشيء ولكن ما اشتري في لحظة ونفق بشيء ونفق بشيء ونفق بجمع شوية ونفق بشيء ومعطي في الله قال انا يعني يجب عليك ان اكون وفي مستوى المسئولية الثالث كان عندو شيء وكان عندو على قدر من يعني الوفاء قالنا الملك يعني دار في يفيقة وعطالي اليوم الكامل باش نجمع بالاكل ونديه له في آخر اليوم فانا لازم نكون يعني وفي ونكون في مستوى المسئولية ونفق بشيء يمتع سأرغبير المشاركة بشيء المشاركة ويجعله يصول على الهاتف الاريس لأنه كل شخص في الأخري يوم بدأ هذا الطريق وقم بدأ يمينها والسلام فيها كانت رمزه فهو حيل ذلك وفي الأخري يوم الشخص أخبره ما أدعه لأني أمثال وفي آخر اليوم جاءوا عند الملك ويعني استقبلهم الملك في القصر ماذا كان شأنهم مع الملك سنعرف ذلك في الخطبة الثانية أقول ما تسمعون واستغفروا الله بي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ولا لا زلت أحكي لكم أحباتي بلها هذه هي القصة والقصة من ورائها مغزا عمير عن الحقيقة التي تاريب عن بالنا أحيانا والتي تنسينا إياها مشاري للدنيا كيف اتحدثت منفع الأشياء وي999 لتشارك الملك في الخطبة الثانية بصداع من فبرة ويقول به في الخطبة الثانية ثم لأتحدث الثانية الثانية ثم لأتحدث رحب الواسس في الخطبة الثانية فقال الله ملك أنا لست محتاجن إلى هذا الأكل و لست محتاجن إلى ما جمعتموه أنا غنيون عن ذلك الروي ل leur a dit je n'ai pas besoin en réalité de votre nourriture ce que vous avez ramassé ça m'était égal ça ne me servait à rien parce que j'ai ce qu'il faut ولكن et là il y avait un soulagement il y avait un soulagement de celui qui a ramassé les cailloux فتنفس السعادة هذا الإنسان لجمع الحجر وقالهم ولكن كين حاجر أنا غادي نأخب كل واحد منكم وأجعله في سجن وأعطي له كيسه الذي جمع وسأحبسه لمدة أسبوع يأكل ما جمع il leur a dit voilà je vais pas dire ce que vous avez collecté vous avez ramassé mais je vais faire une chose je vais enfermer chacun de vous dans une cellule dans une prison et je vais l'enfermer pendant une semaine il va manger ce qu'il a ramassé et là c'est la stupeur de celui qui n'a rien ramassé et la joie de celui qui s'est donné à fond s'est donné au maximum pour ramassé la meilleure des nourritures la moralité de l'histoire de cette histoire c'est que notre exemple est semblable exactement semblable à celui des trois ministres que le roi les a mis à l'épreuve le sac en réalité c'est le temps que nous a accordé Allah subhanahu wa ta'ala et la nourriture que nous ramassons c'est en réalité nos actions qui seront devant Allah le jour de la résurrection donc nous 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 m qu'un jour ils vont rencontrer d'Allah et qui s'occupent uniquement de la vie des cibins وَمِنَّا مَنْ يُخْلِطُ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا يعني يُكَارِين الناس اللي خَلْطُ فرِي عَمَلًا صَالِحًا يُوِيَ سَيِّئًا يَا سُيِّي مِلَانُ دِي مَوزَ عَشًا وَمِنَّا هُمْ الْأَفْكِيَا هُمْ الْفُطَنَا وَمِنَّا مَنْ يَتَّخِدُو الدُنِّيَا مَطِيَةً لربوه الانهلة لاعجلا لبحث للنهاية مساولة og والحقائق لربوه والله نجيد ما جمعنا نحن نجد نجد ما نجد ما نجد ما نجد اليوم اليوم نجد 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 وَلَا أَدَلَّ أَلَا ذَلِكُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي يَوْنُقِهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَوْمَ الْقَوْمَ انْشُورًا يَوْمَ الْقَوْمَ انْشُورًا يَوْمَ الْقِيْتَابَكَ بِنَبْسِكَ يَوْمَ الْقِيْتَابَكَ كَفَابِ نَبْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيِّبًا Et au coup de chacun, nous avons attaché son heure. Et le jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé devant lui. Et on va lui dire, «لي», toi-même «لي», toi-même ton écrit «tu suffiras toi-même à ton propre comptable. Voilà, أحباتي بالله, هذه هي الحقيقة التي يجب ألا تغيب على أذهاننا. يعني اليوم اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل قد يعني يسرق الإنسان مننا وقد يفلت من القانون وقد يفلت يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الإنسان المنن قد يرتكب الحرام وقد لا يره حد يمكن أن يكون حقاً كمتر الإررارة وأن يكون نهاية للهواتف وذا فالفعل لكن هل يكون هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى؟ لن نحن الإنسان قد يؤي إلى النس ويحفلت من العقاب لكن هل يفلت من عقب الله سبحانه وإلى الله يمكنك أن يكون أسفلًا من خالصاً ونظرًا سيكون ويالمسل ويظفر مكون هذا لكنه سيحصل دمين الله سبحانه وتعالى سيكون لا ولهذا نفسي ي تقوى الله سبحانه وتعالى سالله سبحانه وتعالى أن كنا دالك الشخص التالي nous souhaitons tous et nous demandons à Allah que nous soyons la troisième personne qui a mis du temps à ramasser la meilleure des nourritures c'est à dire la meilleure des actions les Mohammed enfants là-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-À versions et à l'État et à l'État «à-à-à-à-à-à-à-à-à »à-à-à-à-à我 DM attform Le hakkен Par ربونا صغارا اللهم أهدنا بهداك فقنا للتقوى وخذ بأيدينا لرضاك اللهم شافي مرضان ومرضى المسلمين الحاضرين والغائبين اللهم احضنا في أبنائنا احضنا في أزواجنا احضنا في أهلنا احضنا في كل شيء عطيتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين 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 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أصدق من الله قيل وقوموا إلى صلاتكم يا رحم الراحم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فاضضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر